مرة أخرى وبعد خمسة عوام من المرة السابقة تدق ميليشيا الحوثي أبواب عاصمة سبأ مدينة مأرب التي استعصت على الميليشيا يوم كانت في طريقها لإسقاط كل البلد تجد نفسها اليوم تبحث عن خياراتها لمواجهة الموجة الجديدة لاندفاعة الميليشيا شرقا معسكر لبنات الذي أحتضن الشرعية بعد أسابيع من سيطرتها على مركز محافظة الجوف تقدمت ميليشيا الحوثي إلى محيط معسكر اللبنات والذي يمثل آخر قاعدة عسكرية للجيش الوطني في المحافظة وعلى بعد ما لا يزيد عن 40 كيلو مترا من مأرب فيما تستمر المواجهات العنيفة في منطقتين هيلان والمشجح والصرواح من جهة الغرب أصبحت الميليشيا محيط بالمحافظة من جهتي الشمال والغرب لتغضو مأرب محاصرة بحراب الحوثيين وغياب الشرعية أمام هذا التصعيد الكبير للميليشيا تبدو الاستعدادات من قبل الشرعية وجيشها غير كافية لكسر هذا الزحف فيما تغيب الامدادات العسكرية اللازمة من قبل التحالف ليبرز للواجهة سؤال هل ستكون مأرب ضحية أخرى لعجز الشرعية والحسابات المغلوطة للتحالف؟ بصرف النظر عن دقة الإجابة عن هذا السؤال فإن المسئولية الأولى عن الوضع في مأرب والبلد عمومها تقع على عاتق اليمنين أنفسهم وتحديداً قيادات الشرعية وقيادات السلطة المحلية والجيش الذي يتخذ من مأرب مركزاً لقيادة عملياته ضد ميليشيا الحوثي وزير الدفاع ومحافظ مأرب عقداء اجتماع لهيئة الإسناد الشعبي للجيش الوطني ما يعني أن قبائل مأرب ستتصدر جبهة الدفاع عن المحافظة إلى جانب قوات الجيش الذي يعاني من اختلالات بنيوية أبرزها قصور الدعم والتسليح وفساد القيادة فهل ستحبط مأرب ترتيبات الحوثيين وتكسر أحلامهم هذه المرة أيضاً؟ تدور معارك شريسة على أبواب المدينة التي جبرت كسر اليمنيين قبل خمسة عوام وجمعت شتاتهم منذ ذلك الحين وفيما تبدو قلوب اليمنيين مع المدينة وحراسها تنشغل الشرعية وقياداتها بصراعات أخرى ليس لها علاقة إلا بحساباتها الشخصية وترتيبات المستقبل الخاص بها